أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران العسكري للطائرات المسيرة وذلك ردا على الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران المسؤولية قائلا إن بلاده فرضت عقوبات جديدة وقيودا على صادراتها وضف أنه ناقش مع قادة مجموعة السبع التزامهم بالعمل بشكل جماعي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران وهكذا بايدن أن شركاء بلاده أصدروا أو سيصدرون عقوبات وإجراءات إضافية تهدف إلى الحد من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار وبدورها قالت وزارة الخزانات الأمريكية إن العقوبات الجديدة تستهدف 16 شخصا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيار ومن جانبها كذلك أنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة ضد طهران تستهدف سبعة أفراد وست شركات بسبب دورهم في تمكين إيران من الهجوم المباشر على إسرائيل وإلى جانب العقوبات التي فرضتها على برنامج الطائرات الإيرانية المسيرة استهدفت واشنطن خمس شركات توفر قطع غيال لصناعة الصلب الإيرانية وشركة لتصنيع السيارات تشارك في تقديم دعم مادي للحرس الطوري الإيرانية اشتركوا في القناة هذا وقال مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيفرد عقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل بما في ذلك تقييد تصدير البضائع وتقييد توريد الأسلحة إلى روسيا وإلى وكلاي إيران فيما يتعلق بالعقوبات على إيران ما نتخذه هو إجراءات تقييدية فنحن نقيد تصدير البضائع وتوريد الأسلحة إلى روسيا وإلى وكلاي إيران الذين يشكلون جزءا من عملية زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والي المزيد من التفاصيل المعلومات حول ما يجي الآن من هذه العقوبات الأوروبية من جهة ومجموعة السبعة لاحقا مع نادية من أبروكسل ينضم إلينا في البداية مرسل حدث نوردين فريدي نوردين أهلا بك نوردين لنبدأ من آخر التطورات تصريحات بوريل التي تحدث عنها أو فيها عن حزمة عقوبات جديدة ما الذي يتحدث عنه ودرجة التنسيق الآن مع مجموعة السبعة كذلك التي تناقش الملف ذاته على سعيد الأوروبي بدأت اللجان المختصة الفنية والقانونية في بحث توسيع أنظمة العقوبات مثل ما أوصت القمة وأوصى ذلك مجلس وزراء الخارجية توسيع قوائم العقوبات فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ الباليستية تحدث عن ذلك جوزيب بوريل كذلك قبل حين المستشار أولاف شولتس والرئيس ماكرون قال بأن القمة قررت فرض عقوبات على الذين يمولون وينتجون المسيرات والصواريخ ويصدرونها إلى روسيا وإلى الشرق الأوسط بمعنى إلى وكلاء إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن هذه العقوبات يجري بحثها الآن على المستوى الفني والقانوني تأخذ بعض الوقت لماذا حتى تكون الأدلة ثابتة من الناحية القانونية فيما يتعلق بهذا الشخص هذا المسؤول أو ذاك الكيان الإيراني حتى لا يواجه الاتحاد الأوروبي أو المجلس بطعن ما في قراره أمام محكمة العدل الأوروبية أمام محكمة العدل الأوروبية في لكسومور حدث في السابق أن أشخاص أدرجوا في قوائم العقوبات الأوروبية وتظلموا أمام محكمة العدل الأوروبية وقبلت الطعن من جانبهم وردت على المجلس أو سفهته دعا نقول الاتحاد الأوروبي لا يريد فيما يتعلق بالعقوبات إيران أن يجد نفسه في مثل هذا الموقع وهو السبب الذي جعل النقاشات أو أبقاها مفتوحة فيما يتعلق وصار بمسألة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم العقوبات قال المستشار أولاف شولتس أن هذه المسألة مسألة قانونية تخضع الآن للبحث على مستوى اللجان القانونية وأن ألمانيا تلتزم وتحترم القانون قال ذلك أو العبارات تقريبا نفسها الرئيس ماكرو قبل مغادرته القمة هنا في بروكسل سارة؟ نعم في هذه المسألة ولكن مسألة التنسيق مع مجموعة السبعة بورال نقل رسالة نقل نصائح لهذه المجموعة صحيح فعلا بورال نقل نتائج الاجتماع سواء كان فيما يتعلق باجتماع وزراء الخارجية وكذلك توصيات القمة بتشديد أنظمة العقوبات ضد إيران هناك مسألة أخرى لم تتضح في تصريحات اليوم هنا في بروكسل ولكن ربما إلى حد ما في كابري في على مستوى مجموعة الدول الغنية السبع هو أن منذ مدة يتحدث الجانبين الأمريكي والأوروبي في جلسات دبلوماسية سرية عن إمكانية توسيع نطاق العقوبات ضد إيران فيما يتعلق خاصة باتخاذ المزيد من العقوبات الاقتصادية وربما النفطية أقول ربما لأن الجانب الأوروبي لا يرغب في إثارة العقوبات النفطية إطلاقا بينما يمكن أن ينظر مع الجانب الأمريكي والدول الغنية السبع في المزيد من العقوبات المالية هذا إضافة إلى تلك العقوبات الأخرى التي وردنا المحاولة نفهم بالأمثلة نور الدين أساسا إيران معاقبة أوروبيا ولكن الآن يجل حديث عن عقوبات وفق أي شكل أو طبيعة يعني يمكن أن تتجه العقوبات إلى اتخاذ إجراءات لحرمان إيران من واردات صناعية أو واردات اقتصادية أخرى يمكن حرمان إيران من العديد من الخدمات المالية هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تحتاج دائما إلى قنوات مالية سواء كانت تمويل أو لتحويل تمويلات من أوروبا أو بين أسباق أوروبا وإيران حتى وإن كانت التجارة البينية ضعيفة بين الدول الأوروبي وإيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر